السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة سارة انجليش ومحبا بكم في درس جديد اللي غدي يكون اول درس ديال السنة اولى باكالوريا في اللغة الانجليزية اللي غنبدا بالباج عشره وحداش اللي فيها الريدن إذا بالنسبة لي الله هل تحقوا بالقناة وكيقرأ مثلا في الاولى باكالوريا غدي ندير بلايليست خاصة بالدروس ديالكم باش تكونوا تعرفوا ديرك تفين تمشيوا وتكونوا واضحين لكم الدروس وايضا اللي كنتو كتقرأوا في سنة ثانية باكالوريا كينين بلايليست اللي مفرقين على حساب الدروس وعلى حساب مراجعات تمارين امتحانات الى اخرى اذا نبدأوا اول تمارين قال لكم قبل ما تقرأوا discuss with your partners the following questions يعني غدي تناقش تناقش هي discuss تناقش مع الاسدقة ديالك ولا الpartners ديالك اللي كينين معك في القسم the following questions هاد الاسئلة اللي كينين هنا who are better at languages شكون افضل في اللغات boys or girls واش الدراري او للدريات انا هنا ما غنجوش لكم على هاد السؤال لانهم كيت حالا قلتي كيتلبون رأي ديالكم لان هاد كتسمى مناقشة في القسم قبل ما تبدو التكس يعني ما غاليش نفرض عليكم انا رأي ديالي وانشرح لكم التمري وكل واحد غدي يكتب شنو هو بنسبة لي شنو كين في الكلاس who are better at mathematics and physics شكون افضل في الرياضيات والفيزيك واش الدراري او للدريات see who are more disciplined in school شكون اللي من ضابط اكتر في المدرسة who participate more in classroom activities classroom activities هما دوك الانشيطة ديالقسم شكون اللي كيتباكتسبيني شكون اللي كيتشارك فيهم اكتر واش الدراري او للدريات so now let's read the text قالوا لي no read the text and find out the writer's answer to the question in the title يعني احنا غدي نقراو هاد السؤال اللي كين في العنوان do girls do better than boys at school زعمه واش الدريات كيخدمو افضل من الدراري في المدرسة اذا احنا غنقراو وغدي نشوفو الاجابة تاع هاد الكاتب هادا ديال هاد النص نشوفو بالنسبة لي اشنا هو الجاوب while i was growing up فاش كان كبر يعني ذا كل بخوصة ستا ان كان كبر i myself heard a lot about boys doing better than girls in school يعني انا بنفسي سمعت بزاف على انه الدراري كيخدمو افضل من الدريات في المدرسة girls participated less than boys in class دريات كيشاركو قل من الدراري في القاسم i read somewhere قرأت في شي بلاسة قرأ هاد المقولة هاد و هاد الفكرة هاد في شي بلاسة maybe that explained why they show less grasp of important concepts on some tests maybe يعني ربما هادك شي انه تلمي انه الدريات ما كيشاركو ولا كيشاركو قل من الدراري في القاسم كيشرح لنا علاش كيبيلو لنا less هو اقل grasp حلق التي فهم واحد الفهم اقل لدك للكونسيبس الافكار الاساسية او للمهمة اللي كيكونوا في بعض ديال الامتحانات perhaps ربما the problem was that teachers ربما انه المشكل كان بانه الاساتذة and parents والاباء had lower expectations of girls mathematics and science ability and didn't encourage girls as much يعني had teachers or parents بحلق التي عندهم واحد الاسpectations واحد توقعات اقل بنسبة الفتاة يعني القدرات ديال البنت في الرياضيات وفي العلوم and didn't encourage girls as much وما شجعوش دريات بزاف or maybe ولا ايضا ربما it was gender stereotypes دوك دوك التفرق عليك تكون ما بين الجنس واش بنت او لولد يعني هاداك المشكل which made girls اللي خلى البنات انهم to focus بحلق تيركزوا more اكتر على الجسد ديالهم on their body rather than their brain يعني كي ركزوا بزاف على الجسد ديالهم بدل ما يركزوا على الدماغ ديالهم in order to be more attractive to boys باش يبانوا جذابات اكتر للدراري something was going wrong for girls anyway على اي حال هي anyway something was going wrong for girls شي حاجة كانت غادا بشكل خاطئ بالنسبة للدريات يعني ماشي هي هادك everyone agreed on that كل شي تفق او لا بحالك توافق على هاد الهضرة هادي but ولكن when i went to university باش مشيت الفكر most of my fellow mathematic students were women يعني الاغلبية انت الاصدقاء ديالي او لالزملاء ديالي اللي في الرياضيات كانوا ابنات كانوا عيالات i went to a statistics school مشيت الواحد من دراسة الاقتصاد and again واعاو تاني it was mostly women يعني دكت لامد كانت اغلبية ديالتهم نساء in fact في الحقيقة these days في هاد الايام 57% يعني خمسة وسبعين في مياه of university students are women يعني في التلاميذ او للطلاب ديال اليونيورسيتي كانوا نساء and most bachelor's degrees been awarded nationwide go to women واغلب انت هادوك الاجازات اللي تعطاوا على الصعيد الوطني للنساء that may not be true هادش يقدر يكون صحيح of master's degrees as well يعني في الماستر حتى هو يعني ان النساء هم اللي كيشدوا الماستر اكتر من دراري if the trend continues لا هاد موضوع هاد ولا هادشي هاد كمل به هاد طريقة هدي in just a few more years يعني بعد سنوات قليلة بزف doctorate and professional degrees will also go to more women ايضا doctorate و local professional degrees حتى هما غدت تعطو اكتر ليلة ولا النساء younger boys and girls also show differences in academic performance in one direction يعني younger boys يعني الدراري صغر والدريات صغر حتى هما يكيبينوا واحد الاختلاف في الperformance اداء في الصعيد الاكاديمي in one direction في اتجاه واحد اللي هو انه girls do better الدريات كيخدموا افضل يعني من الدراري in fourth grade eighth grade and twelfth grade girls score higher in writing and reading than do boys يعني الدريات في هادوك المستويات بحلى قلتين كيجيبوا نقاط افضل من الدراري في writing و reading and are roughly equal with boys يعني وبحلى قلتين ولو في واحد المرتبة بالزز باش ولو واحد المرتبة موازية مع الدراري في ما يخص الماتيماتيكس in those three grades فهدوك المستويات بتلاتة girls used to be behind at mathematics يعني الدريات في الرياضيات كانوا يعني موازية 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 يعني لكمل هادوك بها الطريقة هادوك 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 هم الدريات زعم غادي يقول لي بحلى قلتين كيختموا أكتر من الدراري في الرياضيات في elementary school يعني في الابتدائي وفي اعدادي وفي تانوي اذا نشوفو دبا الاسئلة اللي عندنا ما لنش بزرد الاسئلة يعني نشوفوا الparagraph الثانية In fact في الحقيقة These days هاد الأيام 57% of university students are women يعني 750% من التلميذات أو من الطلاب نتاع اليونيورسيتي هما نساء Paragraph 3 In one direction في اتجاه واحد Girls do better 3 Decide if these sentences are true or false يعني غاتقراو هات sentences وغاتقولو وش هما يصحح أو خطأ وبطبيعة حل قلتي صحح غاتتعطيني justification يعني التعليل إلا قلتي false لهو خطأ غاتعطيني التعليل علاش اختارتي وش صححح أو لا خطأ So according to the writer بالنسبة للكاتب In the past في الماضي Boys did better than girls especially at math and science هاتي بطبيعة حال true يعني كان عندنا أصلا في الجمل 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 اللولانيين ديال التكست So true in the past Boys were doing better than schools especially than girls sorry especially in math and science B At university there are more boys than girls nowadays يعني هاد الأيام في الـ university كأيني الدراري كتر من الدريات وهنا الجواب أكيد واضح هو خطأ false لأنه قلنا 57% of university students are women يعني لعيالات كتر من الدراري أو الدريات كتر من الدراري في الـ university see in fourth eighth and twelfth grade girls do better than boys at writing and reading هادتة هي بينا لأنها عندي مكتوبة أنه in fourth eighth and twelfth grade girls score higher in writing and reading نشوفوا التمرين الأخير answer the following questions about the text إذن عندنا هذا ربعات الأسئلة على التكست إحنا غدي نجاوبوا عليهم why did girls show less grasp of important concepts in some tests يعني يعني لش الدريات كي يبينوا واحد الفهم أقل لهدوك الأفكار اللي هم يتأمبخطون في بعض ديال الاختبارات إذن جواب عندي أنه they أو la girls participated less than boys in class so they participated less than boys in class ما هاد شي اللي خلاهم أنهم ميفهموش الأفكار اللي هم مهمة في بعض ديال الاختبارات b why did girls focus more on their body علاش ركزوا أكتر على الجسم ديالهم عنديت ما أنه to look more attractive to boys اللي هو أطلقوا الجملة in order to look more attractive to boys c who get more master's degrees nowadays men or women يعني إيش كلك أحصل للمستر بزاف هدل أيام واش men or women عندي جاوب هو women d which educational system do you think this text is about إذن هنا أيضا عندكم واحد سؤال مفتوح كل واحد عنده فكرة ديالتول لأنه طلبوا منك الفكرة ديالتك شمن educational system كتعتقد أنه كيدويع له هذا text أنا هنا درس traditional one traditional educational system يعني التقليدي يعني أنه فش كيشوف أنه الدراري كيخدمو كتر من دريات أكترا أكترا وهنا بالطبع رفل الاخر الكاتب توصل أنه الدريات هما اللي ولو كيخدمو أكتر من الدراري وأنه يبقوا غادين على هذا النحو هذا يبقوا لأعلى شواهد أكتر من الدراري إذن هذا هو الاخر ديال هاد درس هذا نتمنى أنه تكون واضح بالنسبة لكم بما في الكفاية شكرا بزاف على المشاهدة وبسلام عليكم حتى الفيديو واحد آخر إلا تكون فيديو لا تنسو تضغط على زيم وإلا كنتو جداد في القناة كيف دائما تنقول لكم لا تنسو تضغط على زر سبسكرايب وتفعيل جرس باش أي درس جديد يوصلكم وتشوفوه شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء